بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي هالة جودة أستاذ أطفال في المركز القومي البحوظ واستشاري حسية الصدر في مستشفيات تبارك الحقيقة كنت عاوز أتكلمكم النهاردة عن حسية الصدر في الأطفال في ولدنا اللي بقت منتشرة بشكل كبير جدا ومهم قوي قوي إن إحنا زي ما شخصنا مظبوط وزي ما كتبنا علاج مظبوط ننفذ العلاج ده بطريقة صح ونزيل الأطفال بطريقة صح وإلا يبقى ضيعنا عليهم فرصة كبيرة قوي للعلاد الأول إيه هي حسية الصدر هي عبارة عن إن أنا عندي صفة وراثية بحمل الصفة الوراثية لإنه الشعب الهوائي بتعطي حساسة زيادة وبالتالي لما بتعرض لأي مؤثرات أو مهيجات أو بنسميها مسيرات حساسية بيحصل انقباض وديء في الشعب الهوائي ومن ضمن الحاجات إنه يبتدي البطانة بتاعت الشعب الهوائيه دي تفرس كمان زي ما بنقول ميوكس أو مخاض زيادة فيساهم في النهاية دي أكتر يبقى أنا المشكلة في النهاية وصلت لإنها بقى الدياقة قوي وبالتالي ما بقاش الطفل اللي عارف يتنفس المسيرات دي أسباب كتير قوي قوي التراب الملوسات اللخان السجاير العتة في البيوت الحاجات المتخزنة البوليوشن أو التلوس اللي حوالينا عدم العربيات فيه نسبة كبيرة برضو عندهم مصيرات حسية نتيجة أكلات معينة بياخدوها ولو إنه دايما فحصيت صد الاستنشاق أو الحاجة اللي أنا بشمها هي الأكتر تأثيرا زي الهوى السائع مجرد إن أنا اتعرض لهوى بارد ده بيصير البطانة بتاعت الأنف وبالتالي الجهاز التنفسي كله عشان كده بنسمع كتير قوي ده جاله يدوب شوية برد نام قام بيقحه وصدره بيزيق ومش عارف ياخد نفسه الفيروس يعني إنه يجيله إصابة فيروسية شوية برد ولا حاجة صدره يقفل على طول طيب رحنا للدكتور شخص إنها حسية صدر كتب لنا العلاج قال لنا أنتو محتاجين بخاخات آه هنا الرعب الكبير بخاخة هي خبر لا ده حيتعود عليها هو إيه موضوع يتعود عليها هو طول ما هو محتاج العلاج ده هو حياخده إنما هي ما فيهاش لا تعود ولا إدمان هي بالضبط نفس فكرة إنه أنا اللي تعبان هو الرئة هو الجهاز التنفسي هو الشعب الهوائيه أنا باخد العلاج موجه للمكان ده بدل ما أخده شرب ولا حقن ويمشي في جسمي ويروح على كابد وكيلة وكل أعضاء جسمي عشان يوصل في الآخر الرئة طب ما أنا باخده بشكل مباشر يبقى أنا لو خدته صح أنا ضمنت بشكل كبير قوي إن أنا أستفيد بيه يعني إيه لو خدته بشكل صح يعني أنا تكتب لي البخاخة لاختيار المظبوط ليه وتشرح لي الطريقة لكن أنا اخترت الوسيلة غلط بمعنى رحت اشتريت ايرو شيمبر أو اللي هي بنقول غرفة التنفس أو الوصلة اللي حاخد من خلالها البخاخة من نوعية مش خضعة للقياسات العالمية اللي هي الماسك بتاعها نوعية بلاستيك رديقة مجرد ما الطفل أصلا حطها وابتدى يشمها دي لوحدها تريجر أو مصير من مصيرات الحساسية برحتها لأنها معمولة من بلاستيكات نتيجة إعادة تدوير الاستوانة نفسها اللي مفروض حنشوف الكلام ده دلوقتي معمولة من مادة بلاستيك ما تسمحش إن الدواء يوصل مظبوط لجهازي التنفسي يبقى أنا قسقت الاختيار أو مش عارفة استخدم ودي الحقيقة بتبقى غلطة مفروض إن أنا وانا بيتكتب لي البخاخة بيتشرح الطريقة كويس قوي طيب عايزين بقى نقول الكلام ده بشكل عملي يوضح إزاي نستخدم الايروشيمبر اللي من خلالها هيخد الدواء على فكرة الايروشيمبر دي مش خاصة بالأطفال بس يعني طبعا فيه فئة عمرية ما ينفعش وممنوع تماما إن أنا استخدم بخاخة من غير ايروشيمبر في العمر ده اللي هم تحت الست والتمان سنين مش هيقدروا يزبطوا نفسهم لكن إحنا ابتدينا دلوقتي نقول حتى القبار حتى اللي يعرفوا ياخدوا البخاخة بالفم الأفضل ياخدوها عن طريق الايروشيمبر لأن ده هيخلي توصيل المادة الفعالة ضعفين اللي هيوصل لو انا استخدمتها مباشرة بالفم طيب إحنا البخاخة اللي بنستخدمها مع الايروشيمبر إيه هي؟ البخاخة دي اسمها وهي دي اللي ينفع استخدمها لأن في بخاخات تانية ما ينفعش حطها في ايروشيمبر البخاخة دي مفروض إن أنا لما بضغط كده بتطلع المادة الفعالة الضغطة دي ممكن أخدها في الفم مباشرة لكن محتاجة مني أزبط تماما الضغطة ما بين أنا اللحظة اللي ضغطت فيها واللحظة اللي بستنشق فيها الرزاز أو المادة الفعالة دي أنا طفل فمش هقدر أزبط دي أبدا وبالتالي أنا تحسبت علي أن أنا باخدها لكن هي فعليا بتترسب في الفم والبلعوم وما وصلتش الرئة طب أنا لو واحد كبير وناضج وقادر كويس إنه ياخدها ويزبط نفسه لكن عنده أي مشاكل في المفاصل فما يقدرش إنه يعمل الضغطة دي مظبوط برضو لازم أستخدم بايروشيمبر علشان أزبط نفسه يعني في النهاية وصلنا إن الايروشيمبر دي حاجة بتخلينا توصيل المادة الفعالة أحسن بكتير قوي عمالين نقول إيروشيمبر إيروشيمبر إيه هي دي بقى هي عبارة عن الجهاز ده اللي هو يسمح لي إحنا عندنا مقاسين على فكرة عندنا واحد واثنين واحد ده المقاس الأصغر واثنين هو الأكبر هنبتدي بكتنين هو بيجي مغلف كده فيه الماسك وفيه الاستوانة نفسها دي اللي مفروض إن أنا حركب فيها البخاخ قادي الماسك ركبناه مهم جدا زي ما قلتلكم المادة اللي مصنوع منها المنتج ده أو الايروشيمبر اللي أنا حستخدمه لأبني لأنه الماسك لازم يكون طري لأنه بيضمن لي إن أنا لما حطه على وش الطفل يبقى محكم من غير ما دايقه ومن غير ما يبقى فيه حاجة حرفها حادم دايقه ورحتها وحشة أصلا بتصير الحساسية عنده مهم قوي إن البلاستيك المصنع منه المادة اللي استوانة دي يكون بنسميه نام إلكتروستاتيك يعني ما يخليش المادة اللي أنا حبخها هنا تلزق على جدار البلاستيك ده من جوه وبالتالي يبقى دي اللي أنا بستنشقها فباخدها صح لأنها لو لزقت على البلاستيك على الجدار ده من جوه خلاص هي الجهاز احتفظ بيها وابني ما وصلوش حاجة طيب إحنا هنستخدمه إزاي؟ قادي البخاخة إحنا لسه اشتريناها جايبينها جديدة خالص فلازم أول مرة لاستخدامها أعمل حاجة اسمها برايمينج أو أجهزها للاستخدام إزاي؟ أرج كويس قوي قوي ودايما إحنا بنحب نقول المريض كلام محدد لأنه كويس قوي دي يعني إيه؟ أقوله يعني رجها في البداية عشر مرات أوكي؟ سهلة رجناها كويس قوي وبعدين خلعنا الغطى بتاعها وبعدين كلمة برايمينج عشان هي لسه جديدة إن أنا بخ أربع مثلا مرات أو خمس مرات في الهواء ليه؟ لأن ده خلى المادة الفعالة تختلط بالمادة اللي موجودة جوه البخاخة اللي شايلة المادة الفعالة طيب كشفت هنا الغطى وبعدين حركبه في الإيروشيمبر بتاعتنا وححطها على فم الطفل وحضغط وعد تقريبا من واحد لعشرة ودي الفترة الكافية واحد اتنين تلاتة أربعة اللي هي تقريبا تلاتين ثانية علشان يكون استنشق الرزاز اللي هنا هناخد بالنا من حاجة مهمة قوي هو دي ليه اسمها إيروشيمبر لأن فيها أو فالفد إيروشيمبر بالتحديد لأن فيها صمام بيخليني وأنا باخد النفس لجوه اللي هو الشهيق باخد المادة الفعالة اللي موجودة هنا لكن وأنا بخرج النفس بتاعي بيخرج من خلال الصمام ده وبالتالي ما بقاش عمالة الهوى داخل طالع على نفس المكان أو نفس الاستوانة دي طيب حطناها واستنشق عديت من واحد لعشرة وخد خلاص بشلها طيب الجرعة اللي موصفة له مرتين بختين مثلا في المرة ينفى عندنا أضغط الضغطتين مرة واحدة لا ماينفعش لأن ده معناه إن المادة الفعالة في تاني ضغطة ما خرجتش لازم ادي فرصة تقريبا تلاتين ثانية اللي هي تقريبا الفترة اللي هو خد فيها أول بخة قبل ما اضغط تاني وياخد تاني بخة وعيد نفس الخطوات اللي احنا حنشوفها عملي دلوقتي طيب مكتب لي نوعين بخاخة مكتب لي موسع شعب ومكتب لي بخاخة كورتيزون اللي هي بنسميها الكنترول او العلاجية او اللي مفروض ان انا حفظة لاخدها باستمرار كل يوم دي بخدها او البخاخة اللي هي موسع الشعب دي بخدها وانا تعبان بس وانا مقفول بس وانا بزيق بس وانا بكح بس انما وانا سليم انا ماشي كل يوم بخاخة علاجية اللي هي بنسميها كورتيزون اللي استنشاق تحت اي اسم تجاري موجودة معانا لكن هنستخدمها بعد دايما موسع الشعب شلت دي وديت فترة خمس دقايق ببساطة عشان دي بتفتح السدر دي بتجهز الشعب الهوائية لاستقبال البخاخة التانية العلاجية وسبت الطفل خمس دقايق وبعدين حطيت النوع التاني اوكي اللي بتكون عبارة عن كورتيزون وابتديت اعمل نفس الخطوات اضغط الضغطة وحط المسك على الطفل وعد من واحد لعشرة يستنشق وبعدين اشيلها ولو مكتب له بخة تانية اعادها تاني طيب الطفل ده لو كبير كفاية وقادر يستوعب ان انا بقوله ركز في انه لما اضغط وبتستنشق خدها بشفطة بشهيق قوي ولا تجد ممتاز كويس قوي انما لو هو مش قادر يعمل ده انا هقوله اتنفس عادي يا حبيبي مفيش مشكلة خالص مش طلبة منك انك تبزل اي جهد ودي برضو الحقيقة من المميزات التانية للايروشيمبر لان انا مش طلبة حد فاهم كويس قوي ولا متعاون وبالتالي انا بقدر استخدمها في اي فقه عمرية سواء فهمني قادر يستجيب لتعليماتي طب لاش فاهم ومش فاهم تعبان لدرجة انه مش قادر يبزل جهد مش قادر يشفط قوي ولا ينفخ قوي ولا الكلام ده اقدر استخدم معاه الايروشيمبر خلصنا استخدام البخختين اللي مفروض الكلام ده ما خدش مننا اكتر من لو انا بستخدم نوعين البخختين وبسيب في خمس دقايق بينهم انا كده خدت تقريبا توتل سبع او ثمان دقايق وبالتالي دي برضو من مميزات للحد لو طفل ماشي بانتظام على البخخات علشان ما تبقاش بتاخد وقت مننا قبل ما ينزل مدرسة بالليل قبل ما ينام ما نزهقوش لما بيخلص استخدام البخاخة مهم جدا لو انا بستخدم بخاخة كورتيزول استنشاق ان انا اخسله وشه بعدها بعد ما شلت الماسك من على وشه ويعمل مضمضة ولو هو بيبي صغير مش هيقدر يمضمض على الاقل الام تمسح بقه بمية من جوه عشان لو في اي مواد ترصبت يبقى انا تفديت ان هي تفضل بالفم وبالتالي تعمل لنا اي فطر او ثراش او التهابات بالفم مش عايزين خلص التأثير ده طيب دي محتاجة اخسلها كل مرة لا انا محتاجة بعد كل اسبوع مثلا نقول في مرة هنخسلها هنجيب طبق في مية وصابون عادي جدا صابون سائل اللي بنستخدمه كل يوم في البيت واحطها اغمسها في هذا المحلول او الصابون السائل والمية بس افكها افك هنا البلاستيك ده القاعدة دي وافك الماسك كده زي ما انتو شايفين وافك الماسك وحطها وبعدين اشيلها اشطفها بمية وحطها كده عشان تتصفى طول الليل احطها على فوتا نظيفة او مناديل نظيفة حطها ليه لان لو انا استخدمت اي حاجة في ان انا اجففها انا كده خلتها الكتروستاتيك خلتها تسمح للجزئية بتاعت الدواء انها تلزق على الجدار اللي زي ما قولنا الخاصية دي موجودة في الايروشيمبرز اللي بتاعتها سيئة وبالتالي انا ببقى بضيع الدواء على الفاضي والطفل ما بيستخدمش او ما بيستفدش بيه تاني يوم لقيتها خلاص جفت ببتدي اركبها تاني واستخدمها عادي مع الطفل اكي بالتالي كده غطينا تقريبا كل حاجة في طفل كبير مش عايز يستخدم الماسك طيب انا ممكن استخدمها من خلال الفم يعني اقوله اقفل سنانك وشفيفك كويس على القطع دي بحيث انك تاخد اللي استنشق وعلى فكرة دي في الفئة العمرية الاكبر شوية اللي حقدر اقوله اشفت بقى قوي يعني وانا بضغط او انت بتضغط على البخاخة ضغط اسحب الشفطة دي بقوة وكده حققت استفاده اكبر للبخاخة السن او الفئة العمرية الاكبر شوية اللي عايز يستخدم او لو حد بالغ وعايز يستخدم من خلال القطع الفمية دي مايحطش ماسك بيحطها مباشرة في الفم وبيشفط من خلالها ويتنفس عادي الحقيقة بالطريقة دي سهل قوي ان انا فاهم المريض ده اقوله بص بقى لو انت حد كده فاهم وقادر عندك القدرة انك تشفط ساعة ما تستخدم تضغط على البخاخة وانت بتاخد النفس تشفطه بقوة الجوه ده هيحقق معنا نتيجة احسن واحسن وخصوصا ان الايروشيمبر بيبقى فيه صمام الصمام ده زي مسلسات صفرة موجودة لو باينة في الكاميرا احنا دي على فكرة من الحاجات اللي ما بنقرب لهاش خالص ولا الام تحاول ايه ده وده مقفولة ونفتحها وده كده مسدودة لا لان دي عبارة عن حاجة من مادة بلاستيك طبية طرية جدا مع كل شفطة العيان بيعملها هي بتسمح بدخول الدواء او المادة الفعالة من المساحة دي للجهاز التنفسي وتمنع دخول او خروج الزفير لانه للاستوانة دي وده اللي احنا عايزينه يعني ده الهدف من ان انا اخد المادة الفعالة استنشقها لكن ما اخلطهاش بهواء الزفير هنتكلم دلوقتي عن تنظيف ده هو انا محتاجة بعد كل مرة اخسله او انظفه لا انا كل اسبوع مثلا نقول غلى وحصل حاجة تلوس لاي سبب او ابني في الوقت ده عنده ميكروب يعني هو تعبين وصدره مقفول عشان عنده التهاب شعبيحاد عشان عنده التهاب رقوي وانا بتديره برضو العلاج فلو في الحالة في حالة ميكروب يبقى انا يفضل انظفه كل يوم لو بنتكلم على الامور او احوال عادية ومفيش عندي اصابة باي ميكروب يبقى انا هعمله مرة في الاسبوع بادي بطبق نضيف فيه مية وصابون العادي اللي بنيستخدمه كسائل تنظيف اطباق في بيوتنا وبننزل الايروشيمبر دي بعد ما نفك البلاستيكه دي كده وببقى خلع الماسك برضو خلعته خلاص هم الثلاث اجزاء دول ما بفكش اكتر من كده واحطه في المية بصابون واهزه كويس كده وبعدين اخده اشطفه واحطه على فوطة نظيفة او مناديل كلينيكس نظيفة يتصفى طول الليل ما حاولش انا نشفه لو نشفته هو باز ما عادش صالح الاستخدام لان بقى فيه شحنات هنا على البلاستيك ده من جوه تخلي الدوه يلزق عليها وما يدخلش لابني وهو بيعمل الجلسه معنا النهاردة انسى دوجانا عشان نشوف استخدام البخاخة والايروشيمبر عملي ودوجانا هتساعدنا في ده هنفتكر تاني سوا احنا بنرج البخاخة كويس قوي وحنقول ان احنا نقعد نرجها خمس مرات تقريبا وبعدين نركبها في الايروشيمبر ما ننساش ان احنا فتحناها الاول في غطا شلناه قبل ما نحطها في الايروشيمبر دوجانا هنحط دي على وشنا بشكل محكم والحمد لله الماسك مادة السليكون الطرية بتدينا فرصة ان احنا نحطه بشكل ثابت وطري من غير ما يدايق الطفل وبنضغط وبنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة الفترة دي كافية انها استنشقت بشلها عشان الطفل ما يدايقش مكتوب لي جوراتين يبقى انا هضغط هكرر نفس الخطوات تاني اوكي وحطها واضغط والطفل برضو يستنشق دايما نخلي بالنا ارفعي وش كده ايوا مرسيح حبيبي تقلبي دايما نخلي بالنا انه لازم يكون محطوط بشكل محكم عشان كده احنا عندنا مقاسين فبنختار المقاس الانسب لولادنا حسب سن الطفل اوكي طيب عندي بخاخة تانية اللي هي الكورتيزون هستخدمها فبشيل دي وبستنى خمس دقايه لان دي اللي بتفتح سدرينا دي اللي بتفتح الطريق لانه احط الكورتيزون اللي مفروض ان هو العلاجي اللي يعالج الالتهابات اللي موجودة وبركب برضو البخاخة التانية وبستخدم بنفس الطريقة ما طلبتش منها اي مجهود زيادة ما طلبتش منها تشفط بطريقة معينة وبالتاني انا مش محتاجة تعاون الطفل معايا ولو تحسبوها هتلاقوا الوقت تقريبا ما خدناش دقايق في الكلام ده كله ما كملناش دقيقتين ارجو ان احنا كده نكون شرحنا بشكل وافي ازاي بستخدم البخخات من خلال الايروشيمبر وعايز اقول تاني يا جماعة لما حد يتكتب له بخاخة ما يتخضش وما ينزعجش وما يخافش لان بالعكس دي الطريقة المصلة لعلاج الحساسية دي اللي بتوصل العلاج بشكل فعال باقل اثار جانبية باقل جرعة ممكنة باكسر فعالية لصد لحسية الصدر في الاطفال في يارب تكون المعلومه وصلت والصوره واضحه للجميع شكرا اشتركوا في القناة